السلام عليكم ازايكم عاملين ايه النهاردة هنشوف ازاي نفرزن ورق العنب نلحقه قبل ما يخلص ورق العنب النهاردة ب 12 جنيه يعني سعره جميل جدا وطبعا هو في نهايته يعني اسبوع او عشر تيام هتلاقوه خلص بالسوق فلحقوا فرزنوه قبل ما يخلص حاولوا وانتو بتشتروا ورق العنب ان ورق العنب بيكون مربوط بالشكل ده بيكون اسهل كتير في التفريس وكمان لو هتعملوه محش طوزة برضو بيكون اسهل وانتو بتسلقوه دي ورق العنب الاصلية الورقة بتكون كبيرة بالشكل ده ومتقسمة لخمس اجزاء هوريكوا دلوقتي صورة توريكوا الفرق بين ورق العنب وورق الفراولة وورق التوت عشان وانتو بتشتروا تكونوا عارفين الفرق بينهم ورقة العنب بتكون كبيرة خشنة من ناحية ونعمة من ناحية ومتقسمة لخمس اجزاء شايفين الفرق بين التلاتة الفرق واضح جدا دي ورق العنب شايفين اللي فوق متقسمة لخمس اجزاء بالشكل ده اللي تحت دي ورقة التوت شكلها مختلف تماما ودي ورقة الفراولة طبعا هما ما بيجبوها في السوق بتكون نعمة يعني شبه ورق العنب شوية بس الفرق بينهم واضح وطبعا وانتو بتجيبو ورقة العنب يفضل ان الورقة تكون كبيرة وتكون نعمة وكمان تكون طازة في ناس بتجيبو الورقة الصغيرة بس لو جبتو الورقة الكبيرة وبتحبو المحشي يكون صغير ممكن تقسموها الاثنين دلوقتي هنشوف ازاي نفرزنو يفضل اننا نستخدم المقص المقص بيكون سهل في التقطيع وكمان سريع اسهل من السكينة بكتير وهنجيب الربطة بتاعة ورق العنب ونساوي الربطة بتاعة ورق العنب ونقص العصيان بتاعة ورق العنب بالشكل ده نحاول نقصها كلها عشان ما يبقاش فيها جزء في الورقة احنا هنستخدم طريقتين اول طريقة هنجيب الاستريتش اللي هي اكياس الاستريتش بتاعة الاكل اللي بالشكل ده وهنفردها على الرخامة وهنجيب ورق العنب اللي قصده وهنحطه على الكيس الاستريتش بالشكل ده ونلفه رول وطبعا هنحط معاه العصيان بتاعة ورق العنب عشان دي بنحطها في الحلة من تحت ونلف كيس الاستريتش على اوراق العنب رول كده زي السويس رول بالزبط هنلفها كده شوية مجرد ما تقفل نقطع ورق الاستريتش واحنا بنشد جامد عشان يلزق كويس وكمان نقفلها من الجوانب لازم تتقفل كويس جدا وما يكونش فيها اي هوا خالص وهنشوف الطريقة التانية برضو هنجيب ربطة يفضل طبعا ان احنا نفرزن كل ربطة لوحدها برضو هنقطع العنقود بتاع الورقة او العصيان دي نقطعها برضو بالشكل ده ودلوقتي هنحطها في كيس كيس عادي بتاعتها اللي ده يعني لو ما عندناش كيس نجيب كيس تلاجة عادي ونفتحه بالشكل ده ونحط فيه ورق العنب نحطه بالشكل ده ونفرده وبرضو ندخل العصيان معها العصيان بنستخدمها بنحطها في الحلة من تحت كمان بتدي مزازة للمحشي بتاع ورق العنب ما ترموهاش استخدموها بيكون طعم المحشي ورق العنب والعصيان دي تحته بيكون طعمه جميل جدا دلوقتي هنفرغ الهواء اللي في الكيس لازم نفرغ كل الهواء الموجود في الكيس نضغط على الكيس بادينا بالشكل ده ونسحب لبرا بالشكل ده مرة واثنين هتلاقوا الهواء بتاعه الهواء اللي جواه الكيس كله خرج بعد كده تربطوه ما ينفعش تلفوه لازم يتربط ويتربط كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي هوا خالص بعد كده تدخلو الفريزر عادي خالص بيقعد معاكو اكتر من سنتين وممكن كمان تلت سنين انا عملته قبل كده بس لفيته في ورق الامونيوم اللي هو الفويل لفيته قعد معايا خمس سنين يعني في السنة الخمسة اتهارة يا دوب اتهارة مني انما طول الخمس سنين او قبل الخمس سنين فضل كويس جدا معايا وكنت لفاه في ورق الامونية وطبعا الاستريتش او الكيس افضل بكتير من ورق الامونية واول ما تطلعوه من الفريزر طبعا بتكونوا غاليين مية حطين فيها شوية ملح صغيرين وتحصروا فيها لمونة او نص لمونة وتنزلوه وتسيبوه حوالي ديئتين فقط بعد كده تشلوه من المية وبعد كده تستخدموه عادي خالص زي ما يكون طازة يعني بتتعاملوا معاه زي ما يكون طازة وطبعا بتكونوا عارفين يعني مثلا لو انتي بتستخدمي نص كيلو بتكوني عارفة كم كيس نص كيلو عشان تطلعي من الفريزر نص كيلو بالزبط يعني مثلا 3 اكاس او 4 اكاس تكوني عارفة الكمية اللي انتي بتستخدميها تطلعيها من الفريزر ما تطلعيش اكتر منها اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم طريق التفريز ورق العنب وكمان ازاي تفرقوا بين ورق العنب ورق التوت وورق الفراولة وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته